طيب خلينا روح للمنتخب بمصر كده سريعا قبل الختام يعني انه المنتخب قصاده مباراة او مبارتين في قصاد السنغال لكن فيه مناوشات كده غريبة اخبار من نوعية انه الراجل عاوز غير حد في الجهاز غير حدين في الجهاز اه الاتحاد الكورة تلاقي تصريحات من عضو يقولك ما حصلش وما طلبش وواحد تاني يقولك هنشوف وهنفكر اه الاجواء وش احنا مفروض نبقى اهدى من كده للتركيز دي المباراة دي احنا لازم يعني شئنا علم ناشئ لازم نساند الجهاز الفني اه ونوعف مع الفريق بكل القوة يعني انا مش عاجبني نبرات الهجوم والراجل مش عارف عمل ايه والحق ايه جميل انه فيه فكرة عند البعض انا عارف تعارف فيه مدرستين في الاعلان يعني تشتغلت صحافة وعارف طيب فيه مدرسة مؤمنة ان انت مش هتتشاف او مش هتعمل مشاهدة ايه لا لعملت الكارسة مكالمة غريبة خروج على النص مش عارف هنا هنا عنوان هجمت فلان برا وفي العالم كله مفيش كده برا بيهتم بتقارير قوي بضيف قوي الصحافة الانجليزية شبهن شوية الصحافة الانجليزية شبهن شوية الصحافة الانجليزية بتهتم بالصدق والاعلام يعني تفتكر انت حتى كمان زمان كان هاية الازاعة البريطانية وكانت ازاعة لندن ناس تحب تسمع لا تقليد معينة والصدق الخبري البي بي سي نفس الشيء فرنسا ليها مدرسة اخرى تهتم بالتقارير وتهتم بالضيف جدا تحب الضيف المثقف اللي يديك معلومة سليمة ويكون مهني على درجة عالية ما عرفش احنا ليه ميالين لفكرة ان احنا لازم نعمل كارثة عشان نتشاف في ناس معتقدين كده ومشكلة مصر والجزار كانت بسبب الموضوع ده الازمة رياضية اللي حصلت بسبب البعض اه سواء من هنا او هناك وبرضو هناك كان فيه تجاوزات فاحنا لازم نونهي ده لازم نبتدي نفكر بقى ان احنا دايما يكون عندنا اعلام راقي في الاعلام الراقي بيكون ضيف مثقف على مستوى ماني يكون اخباره اه مزبوطة يكون مش داخل انه عايز يعمل حاجة عشان تبقى ترينده لا احنا عندنا منتخب مصر اهم من اي حاجة لازم نسنده لازم نقف مع الراجل لازم نقف مع اللعيبة صحيح اه احنا المركز الثاني الزعل البعض ده ده يعتبر انجاز كبير جدا قياسا طبعا بالظروف قياسا بعدد لعبينك المحترفين قياسا بالقيمة التسويقية شيل محمد صلاح على جنب واحسب القيمة التسويقية احسب عدد اللعبين المحترفين عندك قياسا بكودفور بالمغرب انا بجيب لك الفرق اللي انت عابلتها من كاميرون بس نجحنا نجحنا طبعا بالمناسبة الكلام اللي قاله النهاردة كيروش في التقرير اللي قدمه للاتحاد المصري انه لولا ان احنا لعبنا قبل مورد صغال ثلاث مباريات وقت اضافي كانت ممكن امور تبقى اكس افضل من كده طبعا طبعا وكل مرة انت بتلعب انت بتلعب متأخر يعني انت بتتأخر يوم عن المنافس بتقابل السنغال في النهائي هو امرأة عنا كيوم بتقابل الكاميرون في السمي فاينال هو امرأة عنا كيوم واقع كذا فاللي عملته انجاز وعين مين كان عنده الجرعة ان يطلع لعب زي محمد عبنان مفيش مين عنده الجرعة يطلع لعب زي عمر كمان لعب واحد ولعبه بك رايت وهنجح الرجل قلبه جمد جت وتحمل وفي طلط العرب برضو عمل كده في احمد يسين وحسين فيصل ودربه مهموش 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 من حد يعني هو ما بيسمعش كتير للإعلام والجمهور هو مؤمن بفكر تفرج على اللعيبة بتعلم من أخطاؤه بس هي كانت ايه القصة طولت معه شوية في التجارب انما هو مدرب كويس هو مدرب جيد طبعا ولازم الناس يعني ايه تنسى شوية بعد ترندات وتنسى شوية ان هي تعمل اي نوع من الاتلاف خبر بتاع التغيير ماشي ممكن بخرج مش مشكلة لو تغير واحد ايه المشكلة هو هلده وقته ثم انا بكلم على تعامل عضاء اتحده الكرة مع الموضوع مع الخبر طب ما انت عادوك الراجل نفسه الموضوع ابسط بكده يعني انت انا قلت انه الراجل بيفكر في تغيير كذا انت بقى مشيت ورا كلمي طب ما انت قالو انت بتعمل ده فعلا يعني الموضوع ابسط ده اللي تحت ايدك هو في خطوة كويسة عملت انه حيدوله الفرصة لان هو بقى موقفه قوي يعني شوف قبل كده ساعة ما كان بيطلب وقت لا اوه هنعمل مش عارف الاسبوع ايه وهتلعب ماتش ايه و ايه لا دلوقتي قالوله زي ما انت عايز فهو زي ما انا عرفت ان الدورة هتوقف من يوم تسعة مارس وهلنستفيد باي هتستفيد ان انت عندك لعيبة محلية انت مشكلتك ما هو بس المشكلة عندك الاهل والزمالك ده زيك هبه في انجولا اه هي دي المشكلة وهيرجع يوم عشرية اه هي دي المشكلة يعني اساس هو انت لازم تخاطب هو لو الاتحاد الافريقي اجل بقى تخاطب الاتحاد الافريقي تعمل محاولة لتأجيل الجولة دي اذا من في عشر لا في نقطة الاتحادات بتحدد المباراة طبقا للجدول فيقولك ايه تلعب تمنتاشر او تسعتاشر او كذا لا انت تخليها لعب تمنتاشر اه انت بتتكلم على ان انت عايز تلعب المباراة يوم تمنتاشر او يعني احدا تاني نقطه بالاتحاد الافريقي انه اجل الجولة دي كله احنا اتفقنا اذا ما عرفش يبقى كل الفرق لا تلعب في تصفات كاس العالم وعندها لعيبة تلعب المباراة يوم تمنتاشر انت تلعب في انجولا اه وعندك ست لعيبة في المنتخب صحيب فانت لو انجولا هتطلق الناطش يوم تسعتاشر والتوقيت اساسا انت سابقها بساعتين واساسا مش يعني مش هتلاقي طيران بالليل مثلا او انت هتطلقك الخاصة هتحرك تاني يوم صحيح اللي هو يوم عشرين هتاخد سبع ساعات فحتوصل على قبل المباراة بيومين حتى من العملية صعبة جدا فلازم الاتحاد المصري يحط هذا الامر او يضعه في الاعتبار